كمان سيادة الرئيس قال ان الدولة المصرية ما عنداش وقت ضيعة ولان مشروع الرمال السوداء محتاج متابعة دقيقة والدولة هتقدم كل التسهيلات المطلوبة للقطاع الخاص حتى لو وصل الامر الى الشراكة بحيث نقدر نحن نعمل اكتر من مجمع للرمال السوداء فانا بقول في سنتين يبقى انا النهاردة لو قلت في 20 25 30 مليار جنيه من القطاع الخاص الشغال في الموضوع ده بتدفقات مالية خلال سنتين هيكون عندنا مصنعين ثلاثة اربعة اكتر زي ما تشوفين الفرصة بقولي الكلام ده دلوقتي عشان احنا ما عندناش وقت او فرصة نضيعها نقول ايه طب ماشي بقى ان شاء الله نبقى نفكر لا مفيش نفكر الحاجة الحمد لله رب العالمين وانا بكلمكم انا مش اول مرة اسمع الموضوع دلوقتي واول مرة تشوفونا احنا ما افتتعوا النهاردة لكن لا ده الموضوع متابع بدقة شديدة ويعني عشان ده فلوس بنحطها وعندنا امل انها تجيب لنا حاجة ده جنب ده جنب ده جنب ده تقوم البلد يا دكتور مصنفة تطلع ايه؟ تطلع لقدان فارجو ان احنا الرسالة تتاصل للقطاع الخاص احنا مستعدين خشوا لوحدكم هنساعد معاكم عايزين تخشوا بشراكة مفيش مشكلة بس عشان نقدر نعمل اكتر من مجمع من المجمعات اللي احنا بنتكلم فيها ده فقبل ما بشكر الدكتور حامد وبشكر كل القائمين على العمل ده وبشكر الدكتور شاكر يعني الدكتور شاكر دايما الخير معاه يعني طيب بشكر الدكتور شاكر على افتتاح المشروع ده وطبعا يعني انا شاف ان كل الامور الاساسية اللي انتم محتاجينها بقت متوفرة سوأكت ميت معالجة تحليت بحر او الكهرباء او الطرق وحنكمل يعني فاحنا بنشكر كل الشركات المدني الشركات التعدين كل اللي اشتغل في هذا المشروع بواجلهم التحية والشكر بقول اول مرة نقدم على خطوة في هذا المجال في مصر فبالتالي انتم حتبقوا رواد لهذا العمل ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيه خير كتير ونتحرك ونبقى نفتتح مجمعات زي كده الدولة تفتتح ان شاء الله خلال السنوات القليلة القادمة في النهاية بنشغل ناس في النهاية بنجيب عوايد بالعملة الحرة كويسة بنوفر فلوس احنا كنا بنشتري بيها منتجات زي كده هنبقى احنا بنطلحها من عندنا بتتباع جوة السوق في مصر ترجمة نانسي قنقر